السلام عليكم اعزائي الكرام محبب بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة وكنت من اقتراح اليوم ينالوا اعجاب لكم فرجة ممتعة نزول اقتراح الاول عبارة عن فطيرة بالجبن الفلفل الحلو نحتاجه واحد الايناء كنديرو في معلقة كبيرة دي الخميرة فورية معلقة كبيرة دي السكر سنيدة ونسكس دي الحليب دافي وكنن نحرركم مزيان هذك الخميرة مع السكر باش كتتفاعل واحد شوية من بعد عنضيف وجوج معلقة كبار دي الياغورت الطبيعي يكونوا كبارين مزيان دي الأكل من بعد غادي نطيفو ربع كاس ديال زيت الزيتون ممكن تستبدالها بزيت نباتية والملح وكننخلطو المكونات كاملة من بعد كنضيفو تطقيق جوج كيسان ونصف مايو عادي ميتين وخمسين جرام وكننخلطو العجين كنبقاون عجنو الماء بنسبالها دوك سوائل فمدبوطة مع جوج كيسان ونصف ديال دقيق العجين كنحصلو علي لها هاد الشكل كنديرو واحد شوية ديال زيت في البول وكننضو العجينة كنغطيوها عب بلاستيك ونخليوها لمدة خمسة واربعين دقيقة من بعد ما كيختامر منها كنوضعوها على سطح العمل وكننبقون بصطفيه باش كنحيدو دوك الليكاز كنجيبو الدلك سندلكوها ونطلقوها على شكل دائرة يعني بشتجينا واحد الخبزة مدورة كنجيبو الصفي حالي غا بدخل فرن كنديرو لها ورق الزبدة وممكن ندهنوها لما كانش ورق الزبدة من بعد كندهنو لها الواجه ديالها كامل بصفر بيضاء ممزوج معا شوية ديال الحليب وقاطرات من الخل وكنحاولو انا ندهنو لاتا الاطراف كنجيبو شوية ديال حب السوداء واللسانوج وشوية ديال السيمسيم وكنديروات الخطوط هكا لتزين من بعد كنجيرو الجبن اي جبن كتفضلو وكنزينوها بفلفل اسفر و احمر بالنسبة للفرن اللي عم تشعر من قبل وكندخلوها وكتخرج لها الشكل هذا كتجي صراحة رطبة وشيشة والمداق لا يقاوم كنتمنى ان الفكرة ديال هادا الفطيرة تنال الاعجاب ديالكم بعد كندهنو لها الوجه ديالها بزيت الزيتون القليل يعني من زيت الزيتون وكنقدموها بالصحة والراحة للقوتي او كوجبال للعشاء مع شوية ديال الشربة منسبة الاقتراح الثاني فطائر بالجبن كذلك بطريقة سهلة وسريعة فكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم كنحتاجوا كذلك ملقة كبيرة ديال الخميرة قليل من سكر سانيدة وشوية ديال الماء دافي وكنخلطوا الخميرة كنخليوها تتفعلوا واحد شوية بعد كناخدوا واحد البول فين غادي نديرون العجينة ديروا شوية ديال الملحة وشوية ديال السكر وكنمزجوهم 300 جرام ديال الدقيق مايو هدي لثلاثة ديال الكووس نصف كأس ديال الزبدة مدابة مع الزيت مخلطة وكننحاولو نرملوها الى ما كانتش العجانة ممكن ديروا غير يدينا المهم كان نرملوها اولا مع الزبدة والزيت من بعد كنضيفو ديال الخميرة اللي كتكون تفعلت وكنكملو الكاس ديال الماء لان المجموع ديال السوائل نصف كاس ديال الزيت مع الزبدة وكاس ديال الماء دافي من بعد كنخلطو العجينة ديالنا حتى كتتخلط مزيان وكننحصلو على واحد العجينة اللي كتكون رطبة وخفيفة وفي نفس الوقت ما كتلسقشو اليدين بهذا الشكل هاكا سوفيكا ناخدوها وكنديروها في البول وكنغطيوها باش تختمر لنا تقريبا واحد من الساعة ضروري كندهنو البول بشوية ديال الزيت وكنغطيو العجينة ني كتتختمر لنا العجينة كنديموليوها وكتكون عجينة صراحة رخوة وزوينا كتتتطلق معنا بكل سهولة فكنجيبو ديالك وكنتطلقوها مزيان بعد كناخدو هاد الدائرة هادي وكنقطعوها دوائر باش يجيونا متقادين ويلا كانو ممتوفرينش نقدرو نديروهم غيك ريسات ونقدوهم فكنوليو نقدوها بالدينة وكنقطعوها على أربعة ديال الأشريطة هاكا بواسطة سيكين وكنديرو في الواسط نصف زيتونة وكنعمرو دوك الربع ديال الأطرف في الواسط بالجبن أي جبن كتفضلوه وكنرشوهم شوية بالمعدنوس المجفف يعني اختياري اللي بغيش المعدنوس اللي بغتو تديرو شي حاجة أخرى ممكن يبقى اختياري فكن نستوهم من بعد مزيان ذاك الأطرف كنقرصوهم مزيان باش ما كيتفتحوش في أثناء الطهي في الفورن سافيه كنستمرو حتى كنستاليو ذاك العجين من بعد كناخدو البيض كنديرو لو قطرات من الخل وشوية الحليب وكندهنونهم جنيبات ديالهم كندخلوهم من الفورن اللي راهم مشعول مسبقا وكي مدة الطهي ديالهم نصف ساعة وكيخرجوا لهذا الشكل هذا انتو ما تشوفوا ما شاء الله كيجيو زبينين بحل وريدات وفي نفس الوقت ساهلين ولماضا كيكون الديد طبعا فندوزوا الاقتراح الثالث اللي كنحتجو فيه كذلك نفس المقادير تقريبا كناخدو معلقة كبيرة ديال الخميرة وكنديرو لها الشوية ديال الماء اشكا تتفاعل الماء يكون دافي ناخدو البول فين غادي ناجنو 300 جرام ديال التقيق مايو عادي لثلاثة ديال كيسان معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة معلقة ديال الملح صغيرة من بعد كنضيفو نسكاس ديال الزبدة مع الزيت مخلطين وكنديرو الخميرة بعد مما كتتفاعل وكن نكملو الكاس ديال الماء يعني هاداك الكاس ديال الماء اللي درنا خدينا منو شوية الخميرة ودسوائل كيبقى لحسب الدقيق إلا كان الدقيق مايو يعني كيشرب ممكن تزيد واحد جوج مع القاكك تقريبا كبار ديال الماء من بعد ما كتتحجي العجينة كنجيب واحد الإناء كنهنو بشوية ديال الزيت والعجين كي ماشته يجي هو هاداك صافي كنديروه اختامر بالنسبة اللي غادي نحتاجو فاته الوصفاء الجبن مزاري الله والمعدنوس من بعد ما كتختامر لنا العجين كننضيكها زيوة كنطلقوها على سطح العمل وكنضيفوه في هاداك الجبن المعدنوس وكنبقوا ندخلوه زيان وحنا كندلكو فيها تكيد دخل في هاداك الجبن مع المعدنوس من بعد كننديروها على شكل كورا وكنطلقوها بالتلك حتى كننحصلوا على واحد المستطيل وكنبقوا نديروه أشريطة بواسطة الجرارة كما كتلاحظو على الطول وكنقسموها من العرض على ثلاثة أو على أربعة على حسب العجين من بعد كنبدو نلفو وحدة مع وحدة يعني شاريت مع شاريت وكنلويوهم على هادا الشكل بني كنكملو ديك الأشريطة كاملة كندنوهم بالبيض وكنرشوهم شوية ديالا السانوج وكنتخلوهم الفرن وكيخرشو على هادا الشكل يعني فتائر سهلة وسريعة وفي نفس الوقت يعني ما كتتطلبش بزاف ديال ماود وكتجيب نينا وهكا تصلح لنا الوليدات للقوتاي المدراسة ونقدر نقدموهم في القوتاي أو في الفتار ديال الصباح وكانت سمنى الفيديو ديال اليوم اتنا الإعجاب ديالكم وهذه الاقتراحات الى ثلاث وصفات انعلوا إعجابكم وقولوا ليرائكم في التعليق وشكرا لكم بزاف ولبقي من ضم القناة وشكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى